عشرات الرجال المسنين والأمهات والعازبات المسنات الجميع في دار المسنين ينتظرون مع شروق شمس يوم عيد الأضحى كما هو عيد الفطر زيارة قريب أو محب تأخذهم من الحاضر للماضي حيث كانت مشاركة الحياة بحلوها ومرها مع العائلة تمنح القوة والأمان كما هي أصوات التكبيرات في مآذن المساجد صبيحة يوم العيد لبث حالة الفرح حناجر المسنين في دار الأسرة البيضاء دار الضياف للمسنين أيضا عالت ابتهاجا بحلول العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الآيات تقبل في كل عام وتحمل معها فرحة عامة في جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأداء مناسك فريضة من أعظم فرائض كما أنها تشمل حتى غير الحجيج بفرحة العيد واجتماع الأهل والأصدقاء ووصل من انقطع من علاقات بين الأقارب فكيف بينزلاء دار المسنين أنتوا شايفين نشاطات هاي الجمعية دائما بكل لحظة بكل دقيقة الباب مفتوح اليوم لأهلنا وحبايبنا وكل التواصل الاجتماعي اللي موجود مع هذول الناس مع هذول الفئة اللي تعطيهم البهجة والسرور قديش يعني جيت اليوم عنا الشرطة النسائية وهي معنا منابيك العقيد من الشرطة النسائية جاي هي مجموعة حتى يقدموا الحلويات لهالمسنين قديش هاي كمان المبادرة حتى لما يشوفوا اللباس العسكري قديش بيحسوا هموا بهاي الفرحة أنه في ناس مهتم فينا في ناس جاي اليوم يعايد علينا برضو في كمان اجت مبادرة طبعا والعيد بيحلى في وجود هذول الناس هنا احنا بالعطلة بنيجي بنعايدهم ما حدا فينا بتآنا بأي تقديم خدمة صار جزء مننا هذا المكان جزء مننا هذول الناس اللي بحاجة لحدا يفرحهم بهاليوم الاحتفال بأجواء العيد كانت واضحة فالمبادرات الشعبية والرسمية أيضا جاءت لتحتفل وكعادتها لم تغب الحقيقة الدولية عن التواجد تقديرا منها للمسنين الذين كانوا في ذات يوم سندا لهذا الوطن يعني هم مش محتاجين لأكل مش محتاجين لشرب بصراحة داري موفرت لهم كل إشي من أكل من شرب من خدمات يعني أنا صار لي باجي هون ست سنين بصراحة كل إشي موفرهم زي كأنهم قاعدين بمستشفى والناس أهل الخير كمان ما بيقصروا فيهم بس اللي محتاجينه هو الناحية المعنوية إنه يعني آجي أسأل عن قريبي آجي أسأل عن أخوي آجي أسأل عن أمي حتى لو اضطريت إني أحطها بس يعني آجي أودها آجي أشوفها اللي بنتيجي تزور إمها ما بيشوفونا لما بنيجي بفرحه وبنبسطه بتغيره هذا الإشي إحنا بنلاحظه كل ما بنيجي بفرحه وبشعروا في جيتنا وبشعروا فينا وهنا هذا الإشي مبسطين عليه إحنا وبنتشجع إحنا وبنشجع كمان الناس الثانية الناس الموجودين اللي بيسمعونا لأنهم يزوروا دار المسنين ويزوروا العالماء والناس هذه وأرسل المسنون التهاني والتبركات للأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك وهم مبتهجين بهذه الزيارات نبقى على البيت المسنين وعلى الإخواني وعلى المنظفين وعلى الجميع والوضع لك الحمد لله كويس كل عام نتو بخير إحنا وجميع الأمم مو بس إحنا لحنا ونبقى في حالة جيدة والساننا كويس وقال لنا طيب والحمد لله يتمنى أنه يرجع علينا هذا العيد وكل الأعياد بالخير والسلام علينا وعبلدنا وإن شاء الله نكون السنة جاي على جبل عرفات ونؤدي الحجة رغم بساطة الأمر إلا أن هذه الزيارات على دار الضيافة للمسنين تنعش قلوب سكانها وترسم البسمة على وجوههم وتشعرهم بالتفاؤل أسامة بليبلي الحقيقة الدولية